تذيل الدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الترتيب في معايير حرية الصحافة لعام 2013 وتصدرت قائمة الدول الأكثر خطراً على الصحفيين وفقاً للمؤشر العالمي لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود واقتصرت قائمة الدول المئة الأولى في حرية الصحافة على دولة عربية واحدة هي الكويت فيما احتلت سوريا المرتبة الثالثة قبل الأخيرة في معايير حرية الصحافة والأولى في الدول الأخطر على الصحفيين طبقاً للتقرير قتل نحو 130 صحفياً وأعلامياً في سوريا منذ اندلاع الصراع في مارس 2011 حتى نهاية ديسمبر عام 2013 من بين هؤلاء القتل سبعة صحفيين أجانب وفر نحو 130 صحفياً ومراسلاً سورياً للخارج خلال نفس الفترة وتشير الأرقام أن بنهاية العام الماضي هناك نحو 20 صحفياً محتجزين لدى الحكومة السورية ومثلهم محتجزون لدى جماعات مسلحة وفضلاً عن هؤلاء هناك نحو 19 صحفياً من وسائل إعلام محلية وعربية وعالمية ما بين محتجز أو رهينة أو مفقود بينهم طاقة موسكاي نيوز عربية الصحفي إسحاق مختار والمصور سمير كساب وسائقهما عدنان عجاج الذين اختفوا قبل ستة أشهر أثناء مهمة لتغطية نعكاس الحرب على الحياة اليومية للسوريين الصراع في سوريا ألقى بظلاله على دول الجوار خاصة الأردن ولبنان الذين شهدات تشديداً للقيود المفروضة على حرية الصحافة وبالنسبة لمصر يرصد التقرير تحولات السلبية التي شهدتها البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ووفقاً للتقرير فإن الأمال في صون الحريات الصحفية التي ارتفعت عقب الإطاحة بمبارك سرعان ما تهاوت بوصول جماعة الأخوان للحكم وأشار التقرير بصورة خاصة للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر من عام 2012 والذي منح بموجبه نفسه سلطات مطلقة كما نوه التقرير إلى أن الدستور المصري الذي تم وضعه خلال عام حكم الأخوان لم يكفل الضمانات الرئيسية لحرية التعبير وتطرق التقرير إلى محاولات الأخوان الهيمنة على وسائل الإعلام القومية في مصر وتعرض الصحفيون للعديد من الهجمات سواء اللفظية أو البدنية أو الملاحقة القضائية خلال تلك الفترة أما الفترة التي تلت الإطاحة بنظام الأخوان بعد احتجاجات شعبية واسعة النطاق فلم تشهد تحسنا وفقا للتقرير وأشار التقرير إلى أن العديد من وسائل الإعلام الموالية للأخوان أو المتعاطفة معهم تعرضت للعديد من القيود أو حتى الإغلاق وسقط خمسة صحفيين قتل خلال النصف الثاني من عام 2013 فيما تعرض نحو ثمانين صحفياً للاعتقال سواء من الشرطة أو متظاهرين وبعيداً عن الدول والحكومات يرسد التقرير الخطر المتنامي من جانب جماعات مسلحة على الصحفيين خاصة في دول مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن ترجمة نانسي قنقر